استكمالا لأعمال مشروع المونيرالة بمنطقة القاهرة الجديدة وتزامنا مع الغلق الكلي لنفق بقي زكي بشارع التسعين الجنوبي الأمر الذي يتطلب تخفيف أحجام المرور وذلك بغلق مطلع كبري المشير التسعين بالضريق الدائري للقادم من طريق السويس في اتجاه شارع التسعين الجنوبي بالإضافة إلى غلق مسطح كبري التسعين من الطريق الدائري القادم من مناطق المعادي لمدة شهرين هذا الأمر الذي يتطلب توضيح طريق أو طرق بديلة وذلك على النحو الآتي القادم من الدائري من اتجاه مدينة السلام عليه استخدام مداخل التجمع الأول مدخل نجيب محفوظ أو مدخل طه حسين أو مدخل ذاكر حسين مدخل الحير العاشر إلى محور السادات ومنهم إلى شارع التسعين الشمالية والجنوبي أو الاستمرار على الدائري إلى مدخل نفق الجلف واستخدام شارع الشويفات ومنه إلى التسعين الجنوبي أما القادم من الدائري من اتجاه المعادي عليه استخدام مدخل محور جمال عبد الناصر ومنه إلى شارع الشويفات إلى التسعين الجنوبي أو الاستمرار على الدائري واستخدام مدخل محور طه حسين التجمع الأول إلى محور مصطفى كامل ومنه للتسعين الشمالي والجنوبي من جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنصيق مع الجهة المنفدة وتم وضع اللافتات الإرشادية الدلة على اتجاهات الحركة للمساعدة الفنية وجميع التجهيزات الدلة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين